ثلاث وقفات مهمين جداً وقفة طبعاً مع منتخب مصر والمعسكر بتاعه تجربته الأخيرة والجمع الأخير قبل ما يبدأ إن شاء الله مشواره في كاس العالم أمام ديبوتي يوم 13 نوفمبر ومن بعدها السيرليون نتمنى التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله عندنا مبارتين علينا أن نحن على روي فيتوريا بقى أنه يستغل الفرصة بأفضل شكل ممكن وخصوصاً أنه تقدر تقول أنه العجلة دارت أغلب اللعيبة اللي موجودة معاه في المنتخب شاركت وصلت لفورمة كويسة جداً بعيداً تماماً بقى عن مطشين اللعيبهم المنتخب مؤخراً وكانت التجربة على مستوى الجمهور أو على مستوى قناعات الجمهور مش أفضل شيء سواء بالفوز الهزيل اللي تحقق على إثيوكيا هنا في القاهرة في آخر مرحلة من مراحل تصفيات أمم إفريقيا أو المباراة الودية اللي اخسرها المنتخب قدام تونس بنتيجة 3 و 1 في المباراتين شكل المنتخب كان غير غير بدايات روي فيتوريا يعني بدايات مع فيتوريا كانت مبشرة جداً لكن كنا بنقول دايماً أنه لسه بدري قوي عشان نحكم على التجربة لسه بدري عشان راجل يقدر يطبق فكره لسه بدري عشان يظهر المنتخب بالشخصية اللي احنا منتظرينها ونتمنى إن شاء الله أنه يقدر يحقق الأهداف دي في المبارات بكرة زي ما شفتوا على السوشال ميديا نجوم منتخب مصر وهم بيدعوا الجمهور لمؤذرة المنتخب ونقوف في ظهره وده شيء مش غريب على جمهور الكرة في مصر والأكيد عندي أنه جمهور الكرة المصرية اللي موجودة في الخليج كله مش بس في الإمارات هتكون حضرة حضرة بتأزل وبتشجع منتخبها لأنه الجمهور دايماً مع اللعب المصري ومع المنتخب ومش بس المنتخب والأندية بيصنع فارق كبير جداً فنتمنى إن شاء الله نشحم بطاريات لعبتنا والمدرجات تبقى كامل العدد ونشوف عالم مصر مالي ملعب هزاع بين زايد بكرة إن شاء الله عندي ملف تاني متعلق بسينبا وده الملف الأساسي اللي هنقشه مع ضيوفي النهاردة بلال محسن وأحمد مصطفى إيه هو سينبا؟ نسخة 23-24 مين رحل؟ مين جه؟ شكل الفريق في المسابقة المحلية في الدوري شكل الفريق في بداية ظهوره في دوري الأبطال في الدور التمهيدي النجوم الجديدة المؤثرة اللي ممكن تكون مصدر خطورة على نادي طريقة اللعب آخر مباريات سينبا التانزاني في الدوري المحلي عمل فيها إيه؟ هيكون معنا مشاهد ولقطات وأسماء أرجو إن شاء الله نحن نغطي ملف سينبا وخصوصا طبعا إنه فيه اهتمام كبير جدا في تانزانيا بمبارات الأهلي وصول الأهلي في بطولة الدوري الأفريقي ومن النهاردة تم طرح التذاكر وهنشوف مع حضراتكم قصة استعداد تانزانيا وسينبا البطل التانزاني لاستقبال النادي الأهلي إن شاء الله في مبارات يوم عشرين كمان هيكون لنا وقفة النهاردة مع الدوري الإنجليزي والمنافسة القوية والشكل الجديد اللي ظهر عليه الدوري السندي ناس كتير جدا بترشح الأرسنال وما زلت أنا شخصيا عند رأيي إنه السيتي هو الأقرب لتحقيق اللقب لكن تعالوا نشوف الأرقام واستمرار معاناة الكبار السيتي يمكن بغياب دي بروين في هزة فيه اهتزاز كبير جدا دخول أسماء جديدة على الفريق يمكن تكون ما وصلتش لمرحلة من الانسجام الكافي عامل تأثير كبير جدا الأرسنال فائق جدا اليونيتد يعاني تشيلسي يعاني توتنهام يتقلق نيو كاسل الحقيقة مقدم موسم وارد